لا تنفك بغداد من خوض منافسات ساخنة من طراز السباق المحموم والذي يخوضه البرلمان في كل جولة من جولات الترشيح لاختيار رئيس مجلس النواب عادت معركة عض الأصابع بين متنافسين تصدرهم بلغة الأرقام شعلان الكريم المرشح عن حزب تقدم 152 صوتا فارقة في التفوق العددي من حيث الأصوات التي ذهبت لصالح الكريم فارقة كذلك في حسابات الصدمة لما كان يطمح له المتنافسان الآخران سالم العساوي ومحمود المشهداني لكن ثم تحادثة لمعت في الجلسة وقلبت أوراق قانونيين برزت جلية بعنوان مخالفة النظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية وهنا يكشف خبراء القانون فيما بحثت غرفة أخبار التغيير في خفايا تلك المخالفة حول ضربة في الصميم للنظام الداخلي للمجلس رقم واحد لسنة 2022 المادة التاسعة منه والتي اشترطت أن يقدم جدول الأعمال من قبل رئيس البرلمان ونائبيه بالتشاور مع اللجان ذات الصلة وأن يتم إشعار مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأن يقدم الجدول قبل يومين على الأقل من انعقاد الجلسة وهو ما لم يحدث في تفاصيل تصويت نواب على تعديلات إضافة فقرة هيئة رئاسة البرلمان الملغات بقرار من المحكمة الاتحادية رقم 87 لعام 2012 إذ أوجبت منذ حينه أن تسمى المفردة رئيس البرلمان ونائبيه سروى عبدالواحد أحد الأعضاء الذين أشاروا لخطورة تلك المخالفة وفي حالة مقاربة بين غليان المشهد في جلسة انتخاب الرئيس من مشادات كلامية ومشاجرات قابلها غليان المخالفات الدستورية التي تدخل في بوابة الصفعة في وجه قرارات النظام الداخلي من جهة وقرارات المحكمة الاتحادية من جهة أخرى في المحصلة تفوق شعلان الكريم بعدد الأصوات لكن لم تنتهي مرحلة اختيار الرئيس التي تدخل في جولة مكوكية مرتقبة وما ستحمله من عنصر المفاجآت لمصير من سيكون الرئيس ومن هم نائبه